تاعز تتعرض لموجة جديدة من العدوان والقتل هذه المشاهد الدموية هي أحدث نسخة من المسلسل القتل المتعمد الذي لم يتوقف ضد أبناء تاعز بدأه الحوثيون وحلفهم صالح قبل أربعة أعوام ويتواصل اليوم لبلوغ الهدف ذاته كسر إرادة تاعز وأهلها ووأد مشروع التغيير الذي نبض به قلب هذه المدينة في شتاء 2011 ملامح الاستهداف السياسي لدوافع إيدولوجية تتبدى بوضوح في هذه المحاولة التي فشلت في اغتيال إمامي خطيب جامع العساء بمدينة تعز القياد الإصراحي الشيخ عمر دوكم لكنها حصدت زميله رفيق الأكحلي المسؤول التربوي البارز في المحافظة لم يعد للمسجد حرمته في أجندة القتل هذه فقد استهدف دوكم ورفيقه أثناء خروجهما مع جموع المصلين من جامع العسائي الواقع في شارع جمال بوسط مدينة تعز أطلق القتلة رصاصاتهم على الهدف ومضوا في طريقهم جرأة في القتل تشير إلى طبيعة الدعم الذي منح هؤلاء القتل كل هذه الثقة في تنفيذ جرائم لا تحتملها الطبيعة المدنية التواقة إلى الحرية في هذه المدينة التجربة السيئة في القتل والتعذيب والتغييب في السجون السرية السائدة في عدن والمحافظات الجنوبية تنتقل بخطوات ثابتة نحو محافظة تعز وتحمل معها نذر الموت والخراب في وقت تراجعت فيه بشائر الأمل بإمكانية استكمال التحرير في ضوء خطط الحرب التي يبدو أنها لا تستهدف تعز على الأقل في الوقت الحاضر لا شيء أكثر وضوحا من هذا الاستهداف الذي يكرس خيارات القتل والتصفيات عبر فرق الموت الجوالة وينضي قدما في فرض خيارات أحادية على اليمنيين ويوجه مسار المعركة إلى نهاية لا تتافق مع النموذج الذي ناضل من أجله اليمنيون